خمسة بخمسة خمسة لله خمسة لعبد الله لذلك من أعظم الأذكار الحفاظ على لا حول ولا قوة إلا بالله قال ومن فوائدها والله يا أخوانا جمع هذه الفوائد كل عنكم نكون حافظينها لكن جمعها في مكان واحد سبحان الله يعطي الإنسان دفع أن يحافظ عليها قال من فوائدها أخصوصا حينما يقولها موقنا بهذا الخير المترتب عليه قال ما رواه أبو داود عن سيدنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج العبد من بيته فقال بسم الله يعني أنا في مخرجي هذا استعنت بالله بسم الله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله كم كلمة إذا عشر كلمة بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال إذا قالها يقال له الملائكة تقول له حسبك والله هذه الكلمات بكفوك حسبك يعني يكفيك قد هديت وكفيت ووقيت هديت ما عد في ضلال وكفيت كفاك الله شر كل شيء ووقيت يقيك يقيك الله عز وجل شر كل شيء هديت وكفيت ووقيت ويقول شيطان لآخر يعني يبدأ يتعرض له هذا الشيطان بالسوء فيقول فيقول له كيف لك يعني ما بدك تتعرض له بالسوء كيف لك برجل قد كفيا وهدي ووقيا سبحان الله الشيطان بنسيك لما بدك تطلع من البيت بنسيك هذا الذكر مع أن هذا من أهم الأذكار حينما تخرج من بيتك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله المرأة الآن تطلع من بيتها لا تطلع لحتى تقول هذا الدعاء تنساه اكتبه على شفية ورأة وحطه على باب البيت من الداخل حيث أول ما تطلع بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وملاحظين كيف يعني الشرور والشدائد والمحن التي تأتي علينا أولى واطلع وتبكل على الله مع الصدق وحسن اليقين بالله سبحانه وتعالى بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أخيرا ومن فوائدها شوفوا ما أحلى هالكلام قال من داوم عليها وجد قوة في بدنه هذا الأمر مجرد مجرد وجرموه كمان من داوم عليها مثل الاستغفار تذكروا بالاستغفار أنه اللي يداوم على الاستغفار يجد في بدنه قوة كان في آية ويزيدكم قوة إلى قوتكم هذه الكلمة من داوم عليها وجد قوة في بدنه وقد ورد في الأثار أن الملائكة اللي هنا انحملت العرش لما أمروا بحمل العرش والعرش يا أخوانا شو هو العرش؟ عرش الرحمن ثم استوى على العرش شو هو العرش؟ هو أكبر خلق الله على الإطلاق في الحديث لعلكم تحفظونه مثل الأراضين السبع أمام السماوات السبع كمثل حلقة مفرقة ملقاة في صحراء حلقة حديد مفرقة زتناها بالصحراء تبع الربع الخالي كيف يتمثل هذه الحلقة من الصحراء؟ قال ومثل الأراضين السبع والسماوات السبع أمام كرسي الله كمثل حلقة مفرقة ملقاة في صحراء هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل قال وسع كرسيه السماوات والأرض شيء عجيب يا أخوانا الأرض لحالة مليار كيلو متر مكعب والشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرة وهذا شمس أصغر كوكب أصغر نجم في المجرة في مجرات هائلة وعظيمة وهذه كل السماوات قال وسع كرسيه وسيدنا عبد الله بن عباس يقول الكرسي موضع قدم الرحمن الكرسي موضع قدم الرحمن لا بدنا نتصور كثير لأنه ليس كمثله شيء قال ومثل الكرسي أمام عرش الله كمثل حلقة مفرقة ملقاة في صحراء فالعرش يبدو يكون قال والرحمن على العرش يستوى ذلك يا شباب هذا هو الله حتى نعرف من هو الله ذو العرش اسمه حاله ذو العرش ذو العرش يعني صاحب العرش وأنت تعرف شو مناة العرش معناة دير بالك منه كسابودو أحبه تقرب منه أكثر من ذكره توكل عليه وشوف العطاء والخير استقيموا ولن تحصوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول استقيموا على أمر الله ولن تحصوا من الخير الذي سيأتيكم والكرم الإلهي قال لما أمر الملائكة بحمل العرش قالوا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك مش نحمل العرش فقال الله عز وجل لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقالوها فحملوا العرش أطاهم قوة لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بقوة الله العلي العظيم فقالوها فحملوا العرش